كما أعرب الرئيس البرلمان العربي عبد العسومي عن تأييد البرلمان للسياسة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي في إدارته لأزمة سد النهضة وأكد العسومي على دعم البرلمان العربي لحقوق مصر والسودان في مياه نهر النيل مطالباً الجانب الأثيوبي بالوقف الفوري لأي خطوات تضر الحقوق المائية لمصر والسودان في مياه النيل كما نجدد دعم البرلمان العربي للحقوق المائية المشروعة لكل من جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان في مياه نهر النيل معربين كذلك عن دعم وتأييد البرلمان العربي للسياسة الحكيمة التي ينتهجها صاحب الفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في إدارته لأزمة سد النهضة ونطالب مجدداً من جانب الأثيوبي بالتوقف الفوري والتام عن القيام بأي خطوات حادية تضرب الحقوق والمصالح المائية المصرية والسودانية في مياه نهر النيل باعتبارها جزء لا تجزء من الأمن القومي العربي ترجمة نانسي قنقر